اوه عايز بك تكلمك عن الفريقِ الَاول في الناد الاهَلي بكر اول مباراة لي في ...aaaa بطولة افريقيا بطولة العشرة شفت الاول البطولة التاسعة ازاي لناد الاهَلي الناد الاهَلي السنانة دي كمان بيحقق السلسيّة بطولة دوري بطولة كاسُ مصر وايضا buyطولة الافريقيا الغاليا بالنسبة لجمال الناد الاهلي بصة كابتين ده حلمنا بطولة افريقية دور وكاسُ هنا في مصر احنا بطولة افريكا دي كتغيبة عننا كنا احنا حاسين ان احنا قصنا حاجة كبيرة خالص فلما جت الحمد لله ده حلم لنا احنا بنفكر من دلوقتي في العشرة يا كابتل احنا على طول النادي الاهلي بيفكر في الاحسن يعني ان شاء الله من اول ماتش من بكرة انا عجبني التسريح يا كابتل سالع وحفيز قال لك احنا بنفكر في العشرة العشرة دي حلمنا ان شاء الله هنشتغل عليها كلنا كل المداربين في النهايدي والاجهزة بتاعت الدرجة الاولى طبعا ان احنا حلمنا ان احنا ناخد العشرة احنا ما بنسبش بطولها كابتل حسنتك ايه باللعيبة بكرة واول مباراة واول مشوار ودائما البداية تكون مهمة ان شاء الله باذن الله يعني البداية هي اللي بتدي الانطباع ان شاء الله باذن الله انا شايف ان فيه تركيز عالي جدا فيه اهتمام عالي جدا اللعيبة على قد المسئولية كل الناس على قد المسئولية في النادي ان شاء الله يعني كل حاجة متوفرة ليهم باذن الله بس من قصنا ان شاء الله عشمالين في توفير ربنا بكرة أول ما حاجة عنصر التوفيق ده إن شاء الله توفير ربنا بكرة إن شاء الله لينا هيبقى عامل مهم إن شاء الله